أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصر في لبنان المركزي رياض سلامي في أوروبا مذكرة دولية بتوقيفه بعد تغيبه عن جلسة استجواب في باريس كان مرجحا أن توجه له اتهامات خلالها من جهته أكد سلامي أنه سيطعن في قرار القاضية الفرنسية وقال إن إصدار المذكرة انتهاك للقوانين وأن القرار اتخذ بناء على أفكار مسبقة وعلى صعيد متصل أشار محامي حاكم المصرف إلى أن تغيب سلامي عن الجلسة يعود إلى عدم تبليغه بالمثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول من بيروت حول ردود الفعل على مذكرة التوقف الدولية معنا مرسلنا علي رباح مرحبا بك علي إذن أورت فعل كانت من قبل رياض سلامي وأنه سوف يطعن في هذا القرار الصادر من القاضية الفرنسية ماذا عن ردود الفعل الأخرى؟ بالفعل ريمة يعني تعج الساحة اللبنانية اليوم بردود الفعل على القضاء على مذكرة القضاء الفرنسي القادية بتوقيف حاكم مصرف لبنان أول ردود الفعل كما قلت ريمة كانت من حاكم مصرف لبنان والسرعة التي كانت بها هذا الرد الفعل كان يوحي أو يعطي انتباعا بأن حاكم مصرف لبنان كان يعلم مسبقا بمذكرة التوقيف هذه أشار بأن هذا الحكم هو مخالف للقوانين وأكد بأنه سيطعن بهذا القرار ولكن كان هناك بالمقابل يعني زحمة ردود فعل سياسية من أحزاب سياسية حزب الكتائب على سبيل المثال طالب باستقالة فورية لحاكم مصرف لبنان احتراما للمؤسسات واحتراما أيضا للشعب اللبناني كتلة لبنان القوي الذي يتزعمها النائب جبران باسيل أيضا طلبت باستقالة فورية لحاكم مصرف لبنان علم أيضا التلفزيون العربي بأن عدد من النواب التغييريين تحديدا يقومون في هذه الأثناء بصياغة بيان يطالب بعزل فوري لحاكم مصرف لبنان على ما يبدو بأن الدولة اللبنانية ستكون محرجة محليا ودوليا أمام هذه المذكرة والسؤال الأبرز اليوم الذي يطرح في لبنان في هذه الأثناء كيف ستتعامل الدولة اللبنانية مع مثل هذه المذكرة مع الإشارة هنا ريمة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بر كان أشار في تصريحات سابقة له هذا الأسبوع على أن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتعيين حاكم مصرف لبنان جديد وقال حرفيا بأنه لا يجوز تعيين حاكم للمصرف إن لم يكن رئيس الجمهورية شريك بهذا التعيين طبعا التعيين يصدر من مجلس الوزراء واليوم مجلس الوزراء هو ربما ليس قانونيا أو ليس مكتملا بحسب الكثير من الكتل النيابية هي حكومة تصريف الأعمال هل يحق لحكومة تصريف الأعمال في مثل هذه الظروف اليوم أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان طبعا هناك شق آخر وهو قانوني قانونيا سوف يتم تعميم هذه المذكرة بحسب قانونيين لبنانيين على الانتربول الدولي بإشارة حمراء سوف تصل في الساعات المقبلة بحسب المصادر هذه المذكرة للقضاء اللبناني ولكن القضاء اللبناني بحسب أيضا المعطيات سوف يطلب من القضاء الفرنسي الملف كاملا مع الأدلة لدراسة هذا الملف ولكن بطبيعة الحال والأهم هنا وهذا الكلام صادر عن القضاء اللبناني لا يجيز القانون للقضاء اللبناني بأن يسلم أي لبناني لدولة أجنبية ولدينا شواهد كثيرة كارلوس غصن على سبيل المثال وهو مسؤول سابق في شركة للسيارات كانت هناك مذكرات توقيف دولية بحقه من فرنسا ومن اليابان وهو اليوم في لبنان حر طليق إذن هذه الأسئلة تطرح اليوم في بيروت لابد أن نجب إجابات شافية عنها في الساعات القليلة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات تعالي رباح من بيروت ترجمة نانسي قنقر